هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين مخلوق نعرفه جيدا أيها الأحبة ولكن حتى هذه اللحظة لا زال العلماء يجهلون الكثير عن أسرار هذا المخلوق إنها العاديات أو الخيول هذه الخيول أيها الأحبة الحقيقة يعني من أغرب الاكتشافات أن العلماء كشفوا وجود أنظمة للتكييف في رأسها في رؤوس الخيل هناك أجهزة أو أنظمة مسؤولة عن تبريد الدم ولولا هذه الأنظمة لم يتمكن يعني هذا الخيل من العدو سريعا هناك ميزات كثيرة أيها الأحبة كشفها العلماء في هذا المخلوق حديثا جدا ولكن القرآن سبق للإشارة إليها بشكل مذهل لذلك دعوني أتأمل معكم هذه الدراسات العلمية عن الخيول وما كشفه العلماء حديثا ففي دراسة علمية لجامعة ألمانية نورتينغين جسلغين وجامعة سانت أندريوس البريطانية طبعا نشرت في شهر مايو عام 2017 هذه الدراسة أيها الأحبة تؤكد أن الخيول تتعلم من خلال مراقبة تعابير الوجوه البشرية وهذه نتيجة مفاجئة وغير متوقعة للباحثين الذين أبدوا استغرابهم من القدر الهائلة للخيول على قراءة الوجوه فالخيول تميز التعابير على وجوه البشر بل إن الدراسات أثبتت أن الخيول تتعلم من البشر من خلال مراقبة الوجوه أما الشيء الغريب أن هناك نظاما للتكييف معقد جدا عند الخيول تستخدمه أثناء العدو السريع سبحان الله نتذكر هنا أن الله أقسم بالعاديات ففي دراسة نشرت في مجلة الطبيعة الأمريكية الشهيرة يقول علماء كنديون إن رؤوس الخيول تتمتع بنظام تبريد ذاتي عندما ترتفع حرارتها أثناء العدو طبعا أثناء الركض السريع أو العدو السريع ترتفع درجة حرارة الدم بشكل كبير لذلك فإن الخيول تتمتع بنظام تشريح غير عادي يوجد في قاع الجمجمة يعمل على تبريد الدماء التي تصل إلى المخ فالحيوانات الرياضية كالخيول يجب أن تظل درجة حرارة رؤوسها أقل من 40 درجة مئوية خلال التدريبات العنيفة وإلا تعرضت إلى تلف في المخ وربما إلى انهيار يؤدي إلى الموت وقد كشف هؤلاء الباحثين أن الشرين السباتية التي تنقل الدم إلى المخ يحيط بها كيسان يعني هناك أكياس هوائية أيها الأحبة كيسان يحتويان على كمية من الهواء تقدر بحوالي 300 إلى 500 ميلي جرام من الهواء القادم من الجهاز التنفسي فعندما يجهد الحصان ويتعرق تتحول الحرارة في الدم إلى أكياس الهواء هذه يعني تنتقل تعمل مثل مبادلات حرارية وأظهرت التجربة أن درجة الحرارة انخفضت بعد مرور الدم في هذه الأكياس الهوائية ويقول الباحثون أن أهم صفة تميز الخيول أنها تعد لمسافات طويلة جدا وبسرعة كبيرة دون أن يسخن دمها ولولا هذا النظام المتطور في التبريد لأتلفت أجزاء مهمة في دماغ الخيل وربما يموت على الفور سبحان الله لذلك الله عز وجل أقسم بهذه الصفة قال والعاديات ضبحا والضبح طبعا حسب قاموس المعاني أيها الأحبة هو صوت أنفاس هذه الخيول أثناء العدو السريع سبحان الله يعني هذه الخيول أيها الأحبة أقسم الله بها في قوله عز وجل سورة كاملة اسمها سورة العاديات وأقسم بالظاهرة لم يسميها الخيول يعني الله تعالى لم يقل والخيول ولم يقل والأحصنة بل أقسم بالصفة التي تميز هذه الخيول والتي لو لاها يعني لهلكت صفة العاديات سبحان الله طبعا من الأبحاث الغريبة أيها الأحبة ما كشفته دراسة غربية أجريت على الخيول التي تتوسط الحشود وتتوسط الجماهير وكانت المفاجأة أن قلب الراكب بدأ ينبض بسرعة كرد فعل طبيعي بينما الخيول لم تستغرب وبقيت تقريبا دقات القلب لدى الحصان ثابتة مما يدل على أن الخيل يستطيع أن يتوسط الجموع من دون أي مشاكل أو أي خوف سبحان الله هذه الميزة موجودة فقط في الخيول يعني الدراسة أيها الأحبة وجدت أن الخيل لا يستغرب على عكس بقية الكائنات عندما يجتمع عدد هائل من الناس عشرات الآلاف فإن هذا الخيل يستطيع أن يتوسط هذه الجموع وهذه الحشود دون أن يظهر أي أثر على مستوى دقات قلبه أو على مثلا دماغه بعد مراقبة الدماغ لا يظهر أي شيء فهذه ميزة للخيول أنها تتوسط الجموع دون أن يحدث لها أي استغراب أو أي خوف أو قلق أو مشاكل الله تبارك وتعالى كيف أشار إلى هذه الجزئية تحديدا في سورة العاديات قال تعالى والعاديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة فأثرن به نقعا فوسطن به جمعة يعني ميزة أن الخيول تتوسط الجموع كما رأينا دون أن تخاف أو تضطرب هذه ميزة وضعها الله في الخيول وميزة العاديات التي تميز هذه الخيول تتميز عن كل الكائنات لا يستطيع حتى الوحوش تتعب بعد مسافة معينة ولكن الخيل يستطيع أن يمشي لمسافات طويلة جدا وبسرعات كبيرة دون أن يتأثر بسبب وجود نظام للتبريد في رأسه سبحان الله من كان يعلم زمن النبي أيها الأحبة عن هاتين الصفتين صفة العاديات أو السرعة أو العدو السريع وصفة توسط الجموع دون أي مشاكل إنه الله تعالى الذي جعل هذه الآيات معجزة تشهد على صدق كتابه في هذا العصر